اشتركوا في القناة دورتوموند في عام 2016 وبعد انضمامه الى دورتوموند بعام انتقل الى برشلونة بمقابل 105 مليون يورو وليصبح ثالث اغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بجانب بول بول بعد مشاركته باكسر من 20 مباراة دولية سجل خلالها خمسة اهداف على مستوى انتخابات فرنسا للشباب شاركة دمبيري في اول مباراة دولية مع مدخف فرنسا عام 2016 وكبر عثمان دمبيلي وترعرع في منطقة على مقربة من افرو وفي اكتوبر من سنة 2004 بدأ ممارسة رياضة كرة القدم وذلك في نادي هوات تابع للمنطقة نادي هوات تابع للمنطقة التي كان يعيش فيها وبعد قضاء خمسة سنوات كاملة مع الفريق الرديف تمكن عثمان من التقدم خطوة الى الامام وذلك بعدما شارك مع فريق افرو افسي في الفترة ما بين يوليو 2009 واكتوبر 2010 بعد ذلك جرب حظه في كورة اتصالات وعلى الرغم كونه كان يلعب مع لعبين اخرين متمرسين واكبر منه سنا وخبرة الى انه برهن على قدرات عالية ونشاط بدني رائع في عمر الثالثة عشر شد اللاعب الفرنسي انتباه نادي رين الذي حاول بكل الطرق التعاقد معه وفي الوقت نفسه كان مطلوبا مع الطرف من طرف نادي كين وكذلك نادي هو لهافر في نهاية اختار دنبيل الاحتراف في منطقة بريتاني وذلك من خلال الحصول على دورات تدريبية ومعلومات تأهيلية رفقة رين الفرنسي وبسبب صراره على اللعب رفقة هذا الفريق اضطرت والدته فاطمة في ثم شقيقه الاخر واختين له مغادرة منطقة سكنهما السابق والاستقرار في مدينة رين قضى عثمان في منطقة بريتاني خمس سنوات حيث حصل على معلومات تأهيلية التي كان يطمح إليها وكان رفقة جيل أواخر تسعينيات في الفريق الأحمر الأسود وبرهن مجددا على قدرات عالية ومهارات متوسطة مما فتح له الطريق للمشاركة مع منطقة فرنسا للشباب في سبتمبر سنة 2013 اضطحق بمنطقة فرنسا لأقل من 17 سنة وذلك بمناسبة بريتان والديتان مع منطقة أوكرانيا ثم عاد مجددا ليبرهن على قدرات الكروية لكنه عانى كثيرا بسبب ضعف لياقته والتي عمل على اكتسابها شيئا فشيئا وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن من تزيير أربعة أهداف مع منتخب بلاده في الموسم الكروية 2013 2014 لكن الاخفاق الكبير هو فشل لأعوثمان لفقة باقي الأخصقاء من التأهل عام 2014 لربطالات أمم أوروبا تحت 17 سنة وذلك بعد إقصاهم على يد هولندا وفي الموسم الكروية 2014 2015 سعد دمبيلي قليلا في سلم المنتخب حيث تمت المنادع عليه رسميا لمشاركة مع المنتخب فرنسا تحت 18 عام لكنه لم يسجل فيها أي هدف بعد هذا الاخفاق الكبير حاوله وصمان التعويض على نفسه وذلك من خلال تقديم آداء جيد في كأس جامبرديلا عام 2014 حيث سجل منذ الدور الأول كما قاد فريقه العبور ربع النهائي بعد تسجيل الهدف في شباك نادي أكسير لكنه أقصى في نصف النهائي على يد أولمبيك ليون وما زاد من شرطه ومشاركته في بطولة فرنسا للمبتدئين حيث تمكن من هذا الشباك خصومه في 13 مناسبة وذلك خلال 18 مبارا هذا وقد اختيرك أفضل لعفة البطولة من طرف باقي مدرب الفرق الأخرى في نهاية شهر يونيو عام 2015 تمت المندهة رسميا على عثمان ديبيلي من أجل خوض تدريب رسمية من طرف فيليب رفقة ثلاث لعبين آخرين وهم نامو كورو ديالو ديريمي جالين ودينيس ويلبوها وقد برهن مجددا على قدرته الكبيرة حيث وضع لمسته الخاصة فسرع نادرين لتوقيع عقد معه لكنه بسبب مشاكل مع الإدارة خاصة مع رئيس رينيو رويلو أعلن اللاعب عن رغبته في مغادرة هذا الفريق وقد رفض التوقيع على العقد الذي كان مخصصا له وبالتالي واصل تدريباته رفقة المجموعة الخاصة بدون مشاركة رسمية مع الفريق وعلى رغم كل هذا فقد قدم عثمان مجهودا طيبا في المباراة الودية القليلة اليوم بعد يعني سوف تنتهي فترة ديمبيلي مع فريق برشلونة يعني بعد ما قدمنا نبزة سريعة عنه الحقيقة يعني بطولاته وامجاده وتاريخه يطول شرحه لكن في النهاية هو الآن يلعب مع برشلونة وهناك أربع فرق يحاولون ضم اللاعب ويتسارعون على ضمه وينتهي وينتهي عقده مع برشلونة في العام القدم 2022 ويتسارع من شستر يونايتد وليفربول ويوفونتوس وسان جيرمان على ضم اللاعب ولكن اللاعب حد الآن لم يصرح أي تسريحات للانضمام لتلك الفرق وكان مدرب الفريق البرسا قد أشاد به في الفترة الأخيرة وقد يعتقد البعض أنه يترك فريق برشلونة لكن دون أن يصرح هذا اللاعب إن كان سيترك فريق أم لا إخلاصه في الفترة الأخيرة في المباريات تؤكد أنه راضي تماما على أن يبقى مع برشلونة وهذا ما ستثبته لأيام القادمة إن شاء الله كان هذا تكارير سريع عن اللاعب الفرنسي المحترف في صفوف برشلونة عثمان دمبيلي شكرا لكم والسلام عليكم شكرا لكم